اهلا بحضراتكم من جديد الحياة من بعد كأس العالم ومن بعد التقلق الاهلي وفوزوا ببرونزية كأس العالم واحتلالوا المركز الثالث على مستوى العالم في بطولة الاندية وكل الصحف وكل مواقع وكل الوسائط الاعلامية تحفل بالاهتمام الكبير جدا بالنادي الاهلي عشان كده جمعنا لكم حاجات كتيرة جدا في الغربال صاحبة الجلالة وصاحب المقام الرفيع صاحبة الجلالة الصحافة الرياضية طبعا وصاحب المقام الرفيع ملك البطولات الذي تستحق الكتابة عنه دائما كل الاهتمام في ملك وكتابة باشموندس لكن سلسلة من الاعترافات اه الاقليمية والدولية وده اللي انا بقوله ما تعودش تلتافت بقى الواحد عايز ينوش اكينة ولا بتاعه مش شايفه الصح نك ما تشوفوش ما تشوفوش اه طيب ما تشوفوش لانه صاحبة الجلالة هي اللي شايفهاك هي اللي شايف الملك لما يكون الاتحاد العربي للصحافة الرياضية وده الاتحاد او المنظومة او المظلة المهتمة او الشاملة واللي بتضم الصحافين الرياضين العرب عملت استفتاء عشان تختار مين الافضل في كل فئة من فئات التنفس الرياضي مين احسن لاعب في داخل الوطن العربي او داخل الاندي العربي مين احسن فريق او مين احسن نادي في الوطن العربي مين افضل اللاعبين العربي المحترفين في الخارج الحقيقة صديقنا العزيز والنقد الرياضي الجميل صديقك مصطفى جمعة من الكويت زفى الينا تفاصيل هذا الاستفتاء المهم جدا اللي اجرته او اجراه الاتحاد العربي للصحافة الرياضية كانت الاخبار المسعدة جدا وسعيدة جدا للنادي الآلي فوز الآلي بلقب افضل نادي عربي من خلال هذا الاستفتاء اللي زي ما بقول لكم شارك فيه 177 صحف رياضي من مختلف الدول العربية انا بس عايز عشان تعرف قيمة يمثلوا 18 دولة عربية ان يزف اليك الزميل العزيز مصطفى جمعة هذا الخبر مصطفى جمعة ده كان اول مدير للقناة لا كده تشابهت الاسماء عليها تشابهت الاسماء عليها مصطفى جمعة الصحف الكبير النقد الرياضي اللي اسر الصحافة المصرية والخليجية الحالة لانه بيعمل في الكويت من سنوات بعيدة الاسمين محترمين جدا كنت حشيد بيه فالإيش هادة تروح لمصطفى جمعة صحبة صحبة طيب الاتحاد العربي للصحافة الرياضية استفتى 177 صحفي من 18 دولة في استمارة اختيار كانت الأصوات أفضل الأندال العربية النادي الأهلي جي في المركز الثاني نادي الهلال السعودي جي في المركز الثالث نادي الزمالك الشقيق جي في المركز الرابع نادي نهضة بركان المغربي إذن الأهل الأول الهلال السعودي الثاني نادي الزمالك الثالث نهضة بركان المغربي الرابع عادي أتوقف عند نهضة بركان الذي سوف نلتقيه على كأس السوبر ده معناه إيه؟ إنه في مقدمة الأندية المغربية وهو رابع التصنيف في رأي النقاد اللي هو خبراء فالحضر واجب جدا والناس لن تفهم نحتوى مباراة شديدة المنافسة والصعوبة طيب هذا الاستفتاء كمان اللي بيشرف عليه الزميل الأستاذ محمد جميل عبدالقادر رئيس للتحدي العربي للصحافة الرياضية واللي أكد سعدته بنجاح فكرة الاستفتاء على هذا النحو فاز فيه علي معلول التونسي نجم النادي الآلي بجائزة أفضل لاعب عربي داخل الوطن العربي داخل الدوريات المحلية علي معلول علوله أحسن لاعب عربي حصل كمان مع علي معلول في المركز الثاني بغداد بنجاح الجزائري لعب السد القطري بعده منه عمر السومة السوري بغداد بنجاح يقدم موسم شديد النجاح وهدف من طراز فريد يعني المركز الثالث عمر السومة السوري لعب الأهل السعودي الرابع سوفيان رحيمي المغربي لعب الرجاء ثم سالم الدسري السعودي لعب الهلال والسادس حسين الشحات نجم النادي الأهلي والسابع أكرم عفيف القطري لعب السد دامنا نتوقف عند حسين الشحات شوية فضل ما هدول خبراء مية سبعة وسبعين صحفي ايه من خبراء النقد الرياضي من طمانتاشر دولة من طمانتاشر دولة اه يعني هم شايفين اه 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 احنا شايفين اللي هم مش شايفينه اه يا جماعة انصفوا لعبتكوا شوية وفخروا بيكم صحيح جي في المركز التامن علي مبخوطي الاماراتي لعب الجزيرة والتاسع محمود الوادي الفلسطيني لعب بيرامتز المصري الوحدات ايضا العاشر محمد داود العراقي لعب النفط وفي الحداشر صالح راتب الاردني لعب الوحدات والاثناشر سلطان العنزي لعب الكويتي لعب القادسية وفي المركز التلاتاشر كان حسن معتوق اللبناني لعب الانصار طيب دول المحترفين داخل الوطن العربي نجوم العرب في الدوريات العربية المحلية علي معلول القاء افضل وحسن الشحات في المركز السادس ومحمود الوادي الفلسطيني لعب بيرامتز في المركز التاسع فئة اللاعبين العرب المحترفين في الخارج كان من الطبيعي جدا ان يكون نجمين العلامي محمد صلاح جناح ليفربول الانجليزي هو الافضل جي في المركز التاني رياض محرز لعب منشستر سيتي والثالث اشرف حكيم المغربي لعب انتر ميلان الرابع كان ياسين بونو المغربي لعب اشبيلية والخامس اسماعيل بن ناصر الجزائري لعب اسي ميلان الايطالي والسادس وهبة الخزيري التونسي لعب سانت تيتيان الفرنسي السابع كان محمد النيني نجم منتخب مصر ولعب الارسنال والثامن جيستين ميرام العراعي لعب ريال سانت ليك الامريكي لازم نتوقف امام انجاز محمد صلاح السناني ان تتقلق وفريقة متقلق ايوه امر مفهوم ايوه لكن ان تتقلق هذا التقلق اللافت ربما اكتر مواسمه تعلقا مع انه بدايته كانت فيها اصابات وتعثر ويعترف بك العالم كله وعلى ادائك وفريقك متعثر هذا التعثر يعني انت حتى مش تلاقي المسانده قوي اللي كنت بتلاقيها قبل كده اذا ما معناه ان محمد صلاح ما زال يتقدم لوحده هو يتقدم وينضج سنة بعد سنة وما يقدمه محمد صلاح هو علامة تاريخية بالنسبة مش بس اللعيبة المصريين والافارقة والعرب لا اللعيبة بشكل عام ده الاتحاد العربي للصحافة الرياضية اللي بنحييه الحياة على هذا الاستفتاء وبنحيي الزميل والاستاذ بادر الدين الادريسي اللي اشرف على هذا الاستفتاء واللي هيتعمله جواز وحافل تكريم زي ما قاله الاستاذ عاون فريج الامين العام والنطق الاعلامي للاتحاد لكن الفكرة شجعتنا ان احنا ناخد بالنا احنا كعرب ما عندناش تواصل كافي احنا لما بنشوف فيه مناسبة الصحفين العرب والاعلامين العرب ازاي باش مهندس بينطقوا بكل الحب والافتخار بالنادي الاهلي ما من مناسبة وما من استوديو في مختلف القنوات العربية وما من معلق الرياضي عربي اللي التشعر عنده زهر وفخر بقيمة الاهلي ما هو ما فيش عدوة في الرياضة اه عدوك ابن كارك انت محليا لا تجد هذا الانصاف اه لكن خارجيا للناس اللي هي ما عندهاش هذه الحساسية المتجندة من النفسانة اللي اللي شافت الامور بشكل موضوعي بح ايوه انت يعني واخد حقة مزبوط وبميزان الدهب وبميزان اه الموضوعية من كل الاعلام العربي والافريقي والعالمي والموضوع derema اكتوه اشتركوا في القناة